النهاردة وقع عدد كبير من النواب وعلى رأسهم هيثم الحريري، أسامة شرشر، ممدوح عمار، مارجريت عازر، سمير غطاس، عبد الرحمن بدري، حسن العمدة، محمود الحشن، محمد حشاش على مذكرة سيتم رفعها لرئيس المجلس لعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطن بتنص المذكرة على ثلاثة نقاط أساسية إرجاء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة لمدة عام تشكيل لجنة من النواب وعدد من خبراء الاقتصاد لمقابلة رئيس الجمهورية لعرض حقيقة ما يحدث في الشارع المصري ووضع حلول لهذه المشكلات بالإضافة إلى وضع آلية محددة لتجديد الرقابة على الأسواق